منتخب العراق يخسر أمام المنتخب الأورقواي برباعية نادفة في كاس العالم للشباب المنتخب الذي لا يملك تنديم دفاعي عالي لا يمكنه الاستمرار بالمونديال الفوارق الفنية والبدنية والجسمانية كانت واضحة بين المنتخب العراقي وبين المنتخب الأورقواي التنديم الدفاعي كان سيء ولم نستطع أن نخرج بالكرة بشكل جيد ونقلها لمناطق المنافس قادرون على التعويض أمام منتخب التونس في حال استطاع الملاك التدريبي تفادي الأخطاء الفردية لللاعبين أمام منتخب الأورقواي اللاعبون خادوا مواجهة الأورقواي وهم فاغدين لتقى لذلك كانوا غير مرتاحين في الميدان بسام رووف ألاي فاضل كان أسوأ لاعب في المباراة المنتخب العراقي أمام الأورقواي في مونديال الأرجنتين للشباب ليلة أمس مدرب منتخب العراق الإسباني خصوص كاساس هذه هي كاس العالم والخصوم على مستوى عال فخور بلاعبين نافسوا بشكل جيد وهذه التجربة ستساهم في المزيد من التعلم هيا بنا إلى المباراة القادمة أمام المنتخب التونسي كنا نبتغي الأداء الجيد في المواجهة فسدمنا بمستوى باهد وبخسارة كبيرة استبشرنا خيرا بأول نصف ساعة من المباراة لكننا قدمنا هدفين بطريقة بديئة مجانية الفوائد والمكاسب من هذه المباراة رغم الرباعية القاسية لا بد أن تعطينا دروس والعبار منها خصوصا مباراة تونس القادمة التي علينا أن نحرث الأرض حرثا لكسب النقاط الثلاثة منها لا نريد أن ندبح اللاعبين والجهاز الفني بسيوف النقض الجارح لكننا نحتاج إلى وقفة جادة على المستوى الذي يوازي حجم الأداء مطلقا المشاركة في المونديال ليست لكسب الخبر أبدا بل اتفقنا على أن نقدم الأداء المميز وتشريف الكرة العراقية حتى وإن خسرنا في البدايات التعويض ما زال موجودا ونحتاج لعمل كبير في المواجهة القادمة أمام المنتخب التونسي خسرنا ثلاث نقاط فقط أن تخسر بهدف مثل ما تخسر بعشرة وفقا لندام المجموعات وتجميع النقاط لا زال أمام ست نقاط ومباراتين خسرنا معركة لكن لم نخسر الحرب ولا ننسى أن التأهل لدور الستة عشر يكون عبر أول وثاني كل مجموعة وأفضل أربع ثوالث من المجموعات الست نتق بشبابنا ندعمهم ننسى مباراة الأوروبواي نستعد بشكل أفضل لمباراتنا المقبلة أمام المنتخب التونسي الفوز على المنتخب التونسي سيدمن لنا بنسبة 25% التأهل لدور الستة عشر ضمن أفضل أربع ثوالث من ست مجموعات نركز على مباراتنا مع نسور قرطاج ونخوضها كنهاي مباكر لا يقبل القسم على أثنين هذه كاس العالم وليس تسفيات كاس آسيا نفوس ونخسر ونتعادل كلها أمور واردة لسنا الأفضل في الكرة الأرضية إلى المضرب عماد محمد ولاعبيه تذكروا أن الأرجنتين خسرت أمام السعودية في أول مبارات من كاس العالم وبعدها فازت باللقب وأن أسبانيا خسرت أمام سويسرا في أول مبارات وبعدها فازت بكاس العالم 2010 اتركوا مبارات الأمس وركزوا دهنيا على المبارات المقبلة أمام المنتخب التونسي حماد محمد حدث بعد الأخطاء في المبارات وهذا أمر طبيعي ومشاركتنا في كاس العالم من أجل كسب الخبرى خمس أو ست لاعبين أساسيين لم يكونوا في مستواهم الطبيعي في مبارات الأمس خسرنا ثلاث نقاط وبقية ست نقاط في الملعب واجب علينا كسبها سنعمل على تسعيح الأخطاء في المبارات القادمة والتفكير بالعودة للواجهة من الجديد كسب الخبرى وكيفية التعامل مع المباريات الكبرى هي غادية أساسية من المشاركة في الكاس العالم على الجماهير ترك النقد والكلام الجارح والدعم ليترافدين بقيادة عماد محمد وترك المصالح الشخصية والدعم منتخب شباب العراق في بقية المشوار إذا وصلك الفيديو يرجى الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد وشكرا لكم على المشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر